مراحل تنجيس وتطهير البيت الحرام من عصر أهدم إلى العصر المحمدي تعتبر مكة كما سنشرح في فصل اللاحق هي الأرض الوحيدة المقدسة على وجه الأرض لأنها مركز اليابسة ومركز تجمع الإشعاعات الكونية بالأرض ويسقط نور الشجرة النورانية المباركة الصادرة من العرش الإلهي بمنطقة وادي طول مقدس بمكة ويقع أسفل البيت الحرام نواة الأرض الملتهبة بين قوسين البحر المسجور وعندها يتولد المجال المغناطسي للأرض الصادر من نور الشجرة النورانية المباركة وقد ثبت علميا أن مكة والبيت الحرام يقعان في منتصف أو مركز القطب المغناطسي للأرض وأن الصلاة لا بد أن تكون باتجاه مركز هذا القطب لتساعد الإنسان في التخلص من الشحنات الكهربية السالبة الزائدة بالجسم خاصة عند السجود ولهذا شرع لنا المولى عز وجل أن تكون قبلتنا دائما باتجاه مكة وأن يكون البيت الحرام هو وجهتنا في الصلاة وأن لا نتخذ أي مسجد أو أرض بخلاف المسجد الحرام وأرض مكة قبلة أو أرض مقدسة أو مكان للحج وهدى الأنعام وتساعد شائر الحج وهدى الأنعام في تقوية الطاقة الإيجابية النورانية الموجودة بمكة وفي نشرها بالأرض وتقوية لباس تقواها بين قوسين المجال المغناطسي للأرض الذي يمثل درعها الواق والحاملها سواء من الشياطين أو من الأشعة الكونية والرياح الشمسية حتى لا تفنى الحياة على الأرض كما تؤدي الصلاة باتجاه الكعبة واتخاذها قبلة إلى تقوية لباس تقوانا أو هالتنا النورانية التي تحمينا وتحفظنا من اختراق الشياطين وكثير من الأمراض لأجسامنا وكل هذه آية من الآيات البينات الموجودة بمكة ولباس التقوى الهالة النورانية المحيطة بأسامنا أو درعنا النوراني الواقي هو الهدف الذي سعى إبليس لإسقاطه عن آدم وحواء ثم أصبح هدفه هو لباس تقوى الأرض مجالها المغناطسي بعد خروج آدم وحواء من الجنة ولهذه الأهمية العظيمة والكبرى لمكة وبيت الله الحرام وشهائر الحج وهدى الأنعام وارتباطهما بتقوية لباس تقوى الأرض والإنسان كانت مكة والبيت الحرام المقدس هدفا استراتيجيا على مدار التاريخ لإبليس وأعوانه من شياطين الإنس والجن فسعى إبليس منذ عصر آدم وحتى الآن لتنجيس هذا البيت الحرام بالأصنام والعبادات الوثنية والطقوس الشيطانية والشركية ولم تهدأ محاولاته الدؤوبة هو وحزبه من السيطرة على مكة والبيت الحرام وبوابة الله بوادي طوى المقدس بمكة وإفساد شعائر الحج وهدى الأنعام فمن يسيطر على البيت المقدس والأرض المقدسة وهي مكة وليس فلسطين كما يزعم أهل الكتاب يسيطر على الأرض لأنه سيسيطر على بوابة الله وعلى شجرة المجال المغناطيسي النوراني المباركة الصادر من مكة ومن ثم يمكنه أن يغير في تقس الأرض ومناخها ومغناطيسيتها وطاقتها الإيجابية وتحويلها لطاقة سلبية لتصبح بيئتها صالحة لإقامة الجن والشياطين بها وهذه السيطرة ستؤثر على لباس تقوى الإنسان وتمكن إبليس من إسقاطه عنا كما أسقط لباس التقوى عن آدم ومن ثم يسهل عليه وعلى الشياطين اختراق أسادنا بسهولة والسيطرة والتحكم على مشاعرنا وتصرفاتنا وعقولنا على ما شرحت بكتاب لباس التقوى وأسرار الحج والأنعام والهالة النورانية لذا حذرنا المولى عز وجل من محاولات الشيطان لإسقاط لباس تقوانا ليحقق فتنته لنا وذلك بقوله تعالى في سورة الأعراف يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وفي هذا الفصل سنستعرض أهم المحطات التاريخية لتنجيس بيت الله الحرام من حزب الشيطان والمحاولات الإبليسية للسيطرة على الأرض المقدسة بمكة في إطار خطته للإطاحة بالأرض والناس دائما كان المولى عز وجل يقرن في القرآن بين قوم عاد وثمود وفرعون ويأتي ذكرهم بهذا الترتيب عند ذكر قصصهم بالقرآن ليشير للمراحل التاريخية والترتيب الزمني لهم ونذكر من الآيات الدالة على هذا الارتباط بين عاد وثمود وفرعون على سبيل المثال في قوله تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصبع عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لب المرصاد سورة الفجر وفي سورة إبراهيم ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب وفي سورة الحج وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وفي سورة قاف كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرص وثمود وفي سورة غافر مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد فقوم عاد وثمود وفرعون طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد أي كانوا أصحاب إمبراطوريات ضخمة وجبارة متسلطة امتد نفوذها وسلطانها على معظم بلاد العالم مثل حال أمريكا اليوم عاد الثانية وقوم عاد خلفوا قوم نوح وزادهم الله بسطة في الجسم أي كانوا عماليق قال تعالى في سورة الأعراف أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون وقوم ثمود خلفوا قوم عاد ومن الواضح أنهم كانوا من العماليق أيضا بدليل قدراتهم الفائقة في نقل الأحجار العملاقة ونحتهم القصور والبيوت في الجبال قال تعالى في سورة الأعراف واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبواءكم في الأرض تتخذون من سهولها قصوراً وتنحتون الجبال بيوتاً فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وقد ذكر المؤرخون كالطبري وغيره أن عاد وثمود وفرعون بين قوسين أي حكم الفراعنة وآل فرعون الذين حكموا القبط أو المصريين بمصر كانوا من العماليق ومن العرب العاربة وهؤلاء نتجوا كنسل هجيم من تزاوج الشياطين مع نساء من الإنس من نسل قابيل المسيح الدجال على ما شرحت بكتاب كشف طلاصم والغاز بني إسرائيل والدجال أي كان قوم عاد وثمود وآل فرعون بين قوسين الحكماء المؤهلين الذين حكموا المصريين من نسل واحد وخلف بعضهم بعضاً في حكم الأرض وهم من عرف بعض قبائلهم في بعض الفترات التاريخية بالهكسوس لماذا تم إخفاء سيرة أمم عاد وثمود من الكتب السماوية السابقة بين قوسين القرون الأولى يقال أن عاد وثمود لا يعرف خبرهما أهل الكتاب وليس لهما ذكر في كتابهم التورات ولكن في القرآن ما يدل على أن موسى أخبر عنهما عندما ذكر فرعون وقومه بما فعله الله في هؤلاء القوم المكذبين للرسل وذلك في قوله تعالى في سورة إبراهيم على لسان موسى وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعاً فإن الله لغني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب فالظاهر أن هاتين الأمتين تم إخفاء سيرتهما عن عمد من التوراة وكتب التاريخ لارتباطهم بالأحزاب الذين أفسدوا في الأرض بالقرون الأولى وبنسل العماليق الهجين بين الإنس والجن والحكومة السرية التي تحكم العالم من وراء السطار أو حكومة الطاغوت فهؤلاء القوم هم من سأل فرعون وموسى عنهم عندما كان يحاوره عندما أخبره موسى أن ربه هو الله خالق كل شيء وهديه فقال له فرعون فما بال القرون الأولى قال تعالى في سورة طه فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى فهذا الفرعون ونفسه الدجال الذي أذاقه الله موتة الغرق ثم نجاه ببدنه ليكون لمن خلفه آية على ما شرحت بكتاب كشف طلاصم والغاز بني إسرائيل والدجال كان يعلم أخبار أصحاب القرون الأولى ويعلم أنه تم إخفاؤها عن البشرية وإخفاء سيرتها من كل الكتب السماوية السابقة وأنه كان من المؤمنين أو المرويجين لفكرة أنهم الآلهة الخالقون والمعلمون للبشرية والدجال كان زعيم هذه الأمم وناشر الكفر والإلحاد والشرك فيها وهو كبيرهم الذي علمهم السحر وهو محرف كل الأديان من عصر آدم إلى الآن وكما حرف التوراة عندما كتبها بيديه بعد السبي البابلي لبني إسرائيل لما ظهر لهم في شخصية الكاهن عزرى بين قوسين عزرى الذي قالت اليهود أنه ابن الله وأخفى منها كل سيرته والشخصيات التي ظهر بها في التاريخ على ما شرحت بكتاب أسرار الصورة الكهف فقد أخفى أيضا سيرة المفسدون في الأرض من نسل العماليق المهجن بين نسله وبين شياطين الجن الذين جامعوا نساء من بنات قابيل كما جاء بروايات المؤرخين وهم من كان يطلق عليهم عند أصحاب القرون الأولى وفي الحضارات القديمة الأنناكي أو الآله الخالقون لذا دائما ما نجد دعوة النبيين صالح لقوم ثمود وهود لقوم عاد كانت تتركز على عدم الشرك بالله وعبادة الأصنام والنهي عن أتباع خطوات إبليس والإقرار بالوحدانية لله وأنه هو وحده الخالق لهذا الكون ولا يوجد معه شريك أو آله أو أبناء وكانت دعوتهما موجهة لقوم عاد وثمود وليس لمن يحكمونهم من العماليق أو الأنناكي الذين كانوا يشكلون حكومة صهيونية ماسونية شيطانية تاغوتي في الأرض وقد أراد هذا الفرعون أن يعجز موسى بسؤاله عن سيرة أصحاب القرون الأولى المختفية من الوثائق التاريخية والكتب السماوية وكان رد موسى عليه أن علم أخبارهم عند ربه في كتاب لأن الله لا يضل ولا ينسى ولفظ القرون والقرون الأولى بالقرآن كثيرا ما كان يطلق على الأمم التي أتت من بعض الطفان وحتى عصر موسى وفرعون وعلى رأسهم بالقطع عاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة وأصحاب الرس والمؤتفكة إلى آخره قال تعالى في صورة القصص ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وفي صورة النجم وأنه أهلك عادا الأولى وفي صورة الإسراء وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفاء بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا وفي صورة طه أفلم يهدي لهم كما أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لا آيات لأولنها وقوله تهال بالآيات السابقة يمشون في مساكنهم والخطاب هنا للعرب يشير إلى أن أمم القرون الأولى كانوا يقطنون بالجزيرة العربية ويرجح قول المؤرخين العرب أن عاد وثمود كانوا من العرب البائدة أو العاربة وفي صورة يونس ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نزل قوم المجرمين وفي صورة يسين ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون واللغز المثير للدهشة والتعجب والذي يطرح بدوره الكثير من التساؤلات التي لم يطرحها أو يجب عليها أحد من قبل ولن تجد لها أي ذكر بأي كتاب تفسير أو تاريخ هو أولا لماذا سنكر الله على عاد بناء الإرم ذات العماد بين قوسين الأبراج أو منصات إطلاق الصواريخ للفضاء وما هي طبيعة هذه الأبراج ثانيا ولماذا سنكر على ثمود جلب أو نقب السخر بالوادي وما علاقة هذا الوادي بالوادي المقدس طوى بمكة وجبل الطور الذي تجل الله عنده لموسى بهذا الوادي ثالثا ولماذا سنكر على آل فرعون بناء الأوتاد بين قوسين الأهرامات أو المسلات الفرعونية رابعا ما هو غرض هؤلاء القوم الكفري أو الشركي من تشييد الإرم ذات العماد ونقب السخر بالوادي المقدس طوى وفتح الجبات والأنفاق فيه وما هو الغرض من بناء آل فرعون الأوتاد وهي الأعمال التي جعلت الخالق تبارك وتعالى يذكرها لنا كجرائم في حقه وحق البشرية خامسا لماذا تم إخفاء سيرة عاد وثمود من كل الكتب السماوية السابقة والاكتشافات الأثرية سادسا ما هي علاقة هؤلاء الأقوام بالأحزاب المذكورين بالقرآن سابعا هل هؤلاء الأحزاب ما زالوا متواجدين بالأرض وكان لهم تواجد بالعصر النبوي ثامنا ما علاقة هؤلاء الأحزاب بالأحزاب الذين استدعاهم أو جلبهم المشركون في العصر النبوي وجرى بينهم وبين المسلمين معرة من أهم وأكبر المعارك عندما آتوهم من فوقهم من السماء ومن أسفل منهم بين قوسين من تحت أرجلهم أو من الأنفاق والجبات الأرضية فزاغت أبصار المؤمنين وبلغت قلوبهم الحناجر وضنوا بالله الظنون فابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وفر المنافقون من المعركة وكتب الله النصر للمؤمنين بالريح التي أرسلها على الأحزاب والجنود التي لم يراها أحد وأنزل الذين ظاهروهم من صياسيهم وقذف في قلوبهم الرعب وأورث المؤمنين أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تتأ أقدامهم من قبل وخلد لنا هذه المعركة في القرآن بصورة حملت اسم الأحزاب تاسعا ما هي علاقة عاد وثمود والفرعون والعماليق والأحزاب بصفة عامة ببني إسرائيل ويأجوج ومأجوج والشياطين والغزو الفضائي الذي سيقوم به بمركباتهم الفضائية بعد قتل الدجال فيأتون إلى طور مكة وبيت الله الحرام وهم من كل حدب بين قوسين جسم محدب من أعلى وأسفل كالطبق الطائر ينسلون أي يتساقطون ولماذا كان يحاول هؤلاء الأحزاب دائما السيطرة على مكة والآيات البينات بها والوادي المقدس طول موجود به بوابة الله بين قوسين المعراج السماوي الإلهي وشجرة المجال المغناطسي للأرض النورانية الزيتون المباركة وأول ما سنلاحظه في هذه الأعمال التي قام بها عاد وثمود وفرعون هو ارتباطهما جميعا بالحجارة الصخرية والأودي والسهول التي ستخرج منها هذه الحجارة أو تبني فيها هذه الأبنية الحجرية وهو ما كان يميز هذه الحضارات القديمة عن غيرها من الحضارات فجميعها كانت تتميز بالأبنية الحجرية الضخمة والمثيرة للعجب والدهشة والتي تحوي الكثير من الأسرار والألغاز والعلوم والحسابات الرياضية والفلكية الدقيقة جدا بالإضافة لبنائها في مواقع محددة بالصحاري ثبت لنا في العصر الحديث أنها كانت أقوى مراكز لتجمع الطاقة السلبية بالأرض وهي الأماكن التي تسكنها أو تظهر منها الشياطين وثاني ملاحظ أن هذه الأبنية كانت ضخمة وشاهقة ومنحوتة في الجبال وبداخلها ممرات وكهوف فهل كانت هذه الأبنية الحجرية العملاقة ليعاد وثمود وفرعون بوابات نجمية أو بعضية على عوالم آبائهم الأولين من الجن والشياطين لتسهيل دخولهم وغزوهم الفضائي للأرض من عوالمهم البعضية بالأرض والسماء والتجويفات الأرضية لإفسادهم في بيت الله الحرام والأرض المقدسة هذا ما سنجيب عليه الآن الأحزاب بالقرآن هم حزب الشيطان من بقايا قوم نوح وعاد وثمود وفرعون ولوت وأصحاب الأيكة والممسوخين من بني إسرائيل المسيطرون على الأنفاق وعالم جوف الأرض الداخلي تكرر ذكر الأحزاب بالقرآن 11 مرة في 10 آيات ومن المعلوم أن الرقم 11 يرتبط بإبليس الذي تكرر ذكره بالقرآن 11 مرة في 11 آية فالأحزاب هم أحزاب الشيطان ومن الآيات التي جاء بها ذكر الأحزاب نستنتج الآتي الأحزاب هم من المفسدون بالأرض الذين خلفوا قوم نوح وظهروا بعدهم وكذبوا الرسل وكذبوا بالساعة وطالبوا رسلهم بأن يعجلوا لهم جزءا من العذاب الذي يتواعدوهم به إن كانوا صادقين وينتظرون الصيحة وستأتيهم الساعة بغتا وهؤلاء الأحزاب هم بقايا قوم نوح وعاد وثمود وفرعون ولوط أصحاب الأيكا ثم انضم إلى هذه الأحزاب كفرة بني إسرائيل من بعد موسى والذين مسخوا قردة وخنازير والمشركين الذين اتخذوا آلهة من دون الله والمثلثين من أهل الكتاب الذين قالوا اتخذ الله ولدا وآمنوا بعيس ربا وإلها وابنا لله تعالى عما يصفون علوا كبيرا قال تعالى في صورة صاد صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكن من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجب أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوق عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجلنا قطنا قبل يوم حساب وفي سورة غافر كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليضحدوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وفي سورة غافر من آية أخرى وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتموا إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعيدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب وفي سورة الرعد والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعده قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وفي سورة مريم ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبسر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إن نحن نريث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون وفي سورة الزخرف ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعد الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون وفي سورة هود أفمن كان على بينة من ربه ويتله شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تكو في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون والأحزاب هم من نعرفهم باسم العمليق وكان موطنهم بالجزيرة العربية فالجزيرة العربية كما جاء بكتب المؤرخين كانت موطن خلفاء العمليق من بعض الطفال من أمم قوم عاد وثمود وفرعون ولوط وأصحاب الأيكة إلى آخره ومنها انتشروا في سائر أنحاء الأرض وفي مصر ونشروا في الأرض الكفر والشرك والإلحاد والتثليف والفساد والنخبة منهم هم من يشكنون الآن حكومة العالم السرية وهؤلاء من ذكروا في التوراة بسفر التكوين باسمه العناقيين والرفائيين والزمزميين بين قوسين الساكنين حول بئر زمزم من العمليق والكنعانيين والأموريين والحثيين واليبوسيين إلى آخره الذين كانوا يحتلون الجزيرة العربية والمدن المحيطة بمكة عند هجرة سيدنا إبراهيم لمكة على ما شرحت تفصيليا بكتاب مشروع تجديد الحرم المكي سفر التكوين إصحاح 14 5 وفي السنة الرابعة عشرة أتى كدرال عمر والملوك الذين معه وضربوا الرفائيين في عشتروت قرنايم والزوزيين في هاما والإيميين في شواقر يتييما والحوريين في جبلهم سعير إلى بطمة فارانا التي عند البرية ثم رجعوا وجاءوا إلى عين مشفاة التي هي قادش وضربوا كل بلاد العمالقة وأيضا الأموريين الساكنين في حصونة مارا فأخذوا جميع أملاك سدوم وعمور وجميع أطعيمتهم ومضوا وأخذوا لوطا بن أخي أبراما وأملاكه ومضوا إذ كان ساكنا في سدوم فأتمنج وأخبر أبراما العبرانية وكان ساكنا عند بلوطات ممر الأمورية أخي أشكولا وأخي عنيرا وكانوا أصحاب عهد مع أبراما في ذلك اليوم قطع الرب مع أبراما مثاقا قائلا لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات القينيين والقنيزيين والقدومينين والحثيين والفريزيين والرفائيين والأمريين والكنعانيين والجرجاشيين واليبوسيين